وأنه الأول مرة هيكون فيه مهرجان للدراما بنتكلم على 26 عمل عرضه في شهر رمضان اللي فات 26 مسلسل بيتنفسه في عدد من الجوائز لأول مهرجان للدراما في نسخته الأولى هذا المهرجان اللي نظمته نقابة المهن التمتلية وطبعا رئيس هذا المهرجان هو الفنان القدير الدكتور يحيى الفخراني رئيسة لجنة التحكيم المخرجة القديرة إنعام محمد علي وأيضا عدد أعضاء التحكيم اللي موجودين متنوعين ما بين مخرجين زي تامر محسن الفنانة صابرين الموسيقار راجح داود وغيرهم وغيرهم من القامات المهمة في عالم الفن طبعا احنا هنروح دلوقتي للفنانة صابرين عضو لجنة التحكيم مهرجان القاهرة للدراما وحبين هنا ننوه مشاهدينا إن قناة دي أم سي يوم الأربع يوم افتتاح مهرجان الدراما في نسخته الأولى هتكون في تغطية مباشرة لهذا المهرجان والزميل العزيز رامي ردوان هيكون موجود من هناك من المنارة حيث الحفلة حفل افتتاح مهرجان الدراما في نسخته الأولى برحب به الفنانة صابرين عضو لجنة التحكيم مهرجان القاهرة للدراما مساء الخير وأهلا بيكي أهلا 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 وسهلا بيكو كل مساهدي دي أم سي فكرة أولا إن يكون في مهرجان للدراما ودي النسخة الأولى منه وطبعا اختيارك كعضو لجنة التحكيم في هذا المهرجان والله إحنا كلنا باسم النقابة إحنا عايزين نحتفي بالأجيال كلها وعايزين نقولهم شكرا وعايزين يبقى في مهرجان لمصر القاهرة صاحبة الريادة في الوطن العربي بل في الشرق الأوسط إن كلها دور الريادة طول العمر في الفن يعني فحان الوقت لإني بصراحة كان فيه بعض بعض المهرجانات اللي بتقوم على بعض المجملات يعني الصنصرات معينة بيبقى فيها نوع من البزنس يعني فكراحة لكن هنا عندنا حاجة تانية خالص إحنا هنا عندنا بشكل منتهى الشفافية منتهى الوعي منتهى الفزام وإلا كان الدكتور ريحة أخراني رفض وإلا كانت مدام إنعام محمد رفضت إحنا جايزين يعني أكثر اثنين يعني في الوقت اللي إحنا الحالي إحنا فيه طبعا وهما قد إيه مش هيرضوا بأي حاجة تبقى تقل من شأن الدراما بالعكس يعني هما حادين جداً دكتور ريحة أخراني من الناس اللي محبة جداً وعنده انتماء قوي قوي وإحنا لازم في نقابة المهن التمثيل يبقى عندنا عرسلين لفنانين مصر كلهم يعني الحقيقة وإنا يعني تنفذون قاتل حديث حديثنا أسفى بعد كده إن شاء الله هيبقى لمنتقى الوطن العربي كله يعني كل حد عمل حاجة في الدراما برا في أي بلد عربي شقيق هنقوله شكراً يعني طبعاً يعني إحنا النهاردة أنا شفت طبعاً مسلسلات 26 عمل من كل الأعمال اللي عرضت في رمضان راجعين يا هوى المشوار مكتوب علي الكبير الكثير من المسلسلات بطلوع الروح وغيرها إحنا هنتكلم بعد كده عن مسلسلات أخرى في نسخات مقبلة ممكن تكون جاية من الوطن العربي طبعاً طبعاً وهتبقى أوف سيزون وقوة سيزون يعني سيزون بتاعنا نحن تقعد في رمضان يبقى فيه كم كبير أوف سيزون اللي هو زي اللي احنا بنعمله دلوقت مثلاً زي أعمل إيه زي الحاجات اللي بتتعمل يعني حاجات كتير بتتعمل أوف سيزون بتبقى ليها برضو طبعاً مكانة وليها جمهرية وبقت خلاص ولي السنة إن شاء الله بإذن الله تصبح سيزون يعني كلمة مهمة جداً والحقيقة دي كنت أسألك عليها لما جيت أقرعنا المهرجان كان مكتوب إنه الهدف من هذا المهرجان هو أيضاً دعم الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 والقوة النعمة لمصر والفنون والثقافة والهوية قد إيه هذا الأمر هو نصب أعينكم في هذا المهرجان طبعاً لأن الدراما أولاً بتشكل وعي كبير جداً جداً للمتلقي يعني إحنا فيه أجيال كتير بتطلع يعني مثلاً إحنا لو فكرنا في فترة من الفترات إن كانت سيدا مكلسوم لما بتعمل قصيدة بتلاقي المثقص والمثقص المتعلم والغير المتعلم بيقول سعر عربي تمام؟ ممكن يكون المتنبي الأحمد سوئي مع حفظ الألقاء طبعاً يعني لكن إن أنا في الأخير بقوله لك إن ده اللي بيربي مع الجمهورية الجديدة إن شاء الله عشرين ثلاثة عشرين واربعة عشرين وخمسة عشرين بقى الأيام الجميلة اللي تقادمة بإذن الله هتبقى كل ده إحنا مفروض الدراما ده وعي ده تربوي ده بينشق بينشق جيل فاهي ومثقص واعي وإحنا كلنا بصراحة كان يجي قضيطنا يعني بصراحة أنا بكلمك بأمانة شديدة جداً إحنا كجموع الفنانين ونقابة وكل ده كنا عايزين إزاي نرجع تاني يبقى فيه وعي وطني وقومي شوف الإختيار مثلاً لما تعمل صحيح قدي إيه أديال من أول أربع خمس سنين ممكن سبعة ثمانية الله إيه ده ابتدوا يبقى عندهم وعي وطني يعني إيه بدل الضابط يعني إيه بدل ديس يعني إيه حروب يعني إيه كل الحاجات دي كانت للأسف في أبيض وصو دي أفلام سينيما ومفيش شاب صغير أو أو طفل أو كده هيتفرج على الحاجات دي إنما طول مشاشات قدامنا عادي أم سي أون كل كل القنوات كل القنوات بتزرع ده في المشا إحنا فيه إن شاء الله بإذن الله في الجمهورية كده بقولهم أهلاً بيكم فينا وكمان مع الأصطال ده شيء مهم جداً طبعاً نحن عارفين الفنانة صبرين الأعمال كثيرة وممكن يبقى فيه صعوبة في الاختيارات سواء لجائزة أحسن ممثل أحسن ممثلة وأحسن إخراج لو تكلمينا شوية عن نوعية الجوائز هو نوعية الجوائز مش مفروض أقدر أتكلم فيها مفروض السيدة إن عبد الحمد علي طبعاً رئيس فلاجل التحكيم هل تتكلم عنها أنا بالنسباجي كان الحمد لله السناجم كانش عندي حاجة في نمضان فكنت مشاهدة جيدة لكل أعمال السملاء وكنت بتفرج على كل حاجة تقريباً فلما جت وشاركت فلاجل التحكيم فكان ميثر علي أن أحضر حاجاتي بسرعة كنت بتفرج عليها بقى من منظور آخر يعني إضاءة، إخراج يعني عادة كنت الأول بتفرج على حدوتة وتمثيل وإن اللي خدني وكده دلوقتي بتفرج عليها من ناحية تكنيج تاني مختلف يعني بس فكرة مشاهدة كل الأعمال يعني لما بنيجي نقول مهرجان سينما كل فيلم يعني ساعتين النهاردة بنتكلم على 26 مسلسل حلقات طويلة هتنحقوا تشوفوا ده كله إمتى أوه لكن بصراحة بيت نحن تفرجنا على حاجات كثير قوي وبعدين كمان إحنا حصلت بنا وبنضعنا القيشات كثيرة وخلافات كثيرة ونبتهابت اللجنة وخرجت ودخلت تاني وعاركت وعسن قطرنا وزوره يعني كان فيه بعض اختلاف طبعا بس في الآخر خالص يعني النتيجة إن شاء الله هتردي كل الأطراف هتردي كل الجميع وإن شاء الله بإذن الله وراحت لمتحقيها زي ما بيقول يعني بنتمنى لك كل التوفيق كعضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى بنشكرك جدا الفنانة صابرين شكرا جزيلا طبعا معانا دلوقتي المخرجة الكبيرة والقضيرة إنعام محمد علي رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما بساء الخير أهلا بحضرتك معنا أهلا بيكم أهلا بيكي أولا يعني الحقيقة لما نتكلم على أول مهرجان للدراما ودي النسخة الأولى منه ولما نقرأ أن الهدف هو دعم الجمهورية الجديدة والحفاظ على القوة النعمة في مصر وأيضا دعم الفنون والهوية والثقافة فكرة هذا المهرجان أولا من وجه نظرك سيدة أنعم بس حضرتك هون المهرجان ده تأخر قوي لأن الدراما التليفزيونية مظلومة يعني فيه كم مهرجان للسينما معمول دلوقتي لكن إيه اللي بيؤثر وبيشكل عقل وجدان المشاهد خصوصا في العقل العقل الجمعي يعني كم واحد بيشوف المسلسل في وقت واحد مش في مصر بس وفي أنحاء العالم العربي أقل من مليون يعني تخيالي مليون واحد يشوفوا برنامج واحد فوقت واحد شوفوا مادة تأثير اللي ممكن يعمله العمل الفني قد يعني طبعا سواء بالإجاب أو بالسلب مش بتكلم أنه كله كله يعني تأثير إيجابي فبالتالي تأثير التلفزيون خطير يخش كل بيت بالسئزان ويشوفوش كل أفراد الأسرة وكل فئات المجتمع كان لازم يعني لازم كنا نهتم بإزاي نرتقي بالدراما التلفزيونية وإيه المفروض يقدمون هل ما هل ما يرغب أن يرى المشاهد ولا ما يجب أن يرى المشاهد يعني مسألك وبعدين الحاجة الجميلة أنه في هذا المهرجان اللي هو يعني هنطلق يوم الأربع أو أول دورة فيه يوم الأربع أنه هو بيحي بيعيد إحياء مهرجان العربي الإزاع والتلفزيون اللي انطلق سنة 94 1994 واستمر 16 سنة متواصلة واتلغى ديله 10 سنين أو أكتر من 10 سنين فالحقيقة كان لازم نعيد لأنه قد إيه كان ليه تأثير لأنه أنا حضرت المهرجان دو ويمكن وخدت الجواس في معظم دوراته فأنا كمان فالحقيقة النية طبعا وهنا سيدة إنعم يعني إحنا بنشوف طبعا مواقع أو مجلات بتعمل استفتاء من الجماهير يختاروا أحسن الأعمال الدرامية أحسن مسلسلات أحسن ممثل فكرت أن يكون مهرجان وفي لجنة تحكيم مهمة زي بالأسماء اللي اسمعناها وحضرت بتترقصي هذه اللجنة وعملية الاختيار من 26 عمل درامي قد إيه المهمة صعبة شوية 27 عمل درامي أشكرك لا لا تفضل لا هو كان السؤال ده فكرة إنه المرة دي من خلال متخصصين هم اللي بيحكموا هم اللي بيدوا الجوائز وبيختاروا أحسن ممثلة واحسن ممثلة أحسن عمل درامي غير للسفتاءات الأخرى للجماهير لأن الفئات الأخرى دي ناس متخصصين زي ما قلت يعني 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 احنا كنا عددنا تسعة تسعة خبراء من مختلف العناصر الفنية يعني يعني في لأنه في التحكيم في أحسن تصوير أحسن موسيقى تصويرية أحسن تتر أحسن ديكور وهكذا يعني فيعني طبعا حيبوا أكثر دقة وأكثر دراية وأكثر معرفة وكمان حقيقي لجنة التحكيم مهرجان القاهرة للدراما تميزت بالشفافية التامة والسرية المطلقة لسه كانت معنا الفنانة صابرين وكانت بتقول نفس الكلمة إنه فكرة إحنا مفيش مجملات زي ما بيحصل في بعض المناسبات الأخرى آه ده حقيقي يعني في إحنا إحنا اليوم الأخير التعالي التصوير يعني آخر إجتماع لللجنة يعني يعني تخنقنا بعض كل كل فريق كان عنده اختياراته ورافض يتنازل عنها تخيالي إن الاجتماع ده استمر أد إيه أربع ساعات إحنا اجتمعنا الساعة سبعة ساعة 11 قدرنا نوصل بعد ما تنازل البعض عشان العملية تم بعد ما تنازل فتم التصوير أكيد 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 مهرجان زده أستاذ إنعام هيكون هيحي أكتر فكرة التنافس بشكل أكبر في الأعمال الدرامية المقبلة هاي هو ده إن ده كمان لما يبقى يعني لما إن شاء الله السنوات القادمة هيبقى مهرجان العربي كمان فهيبقى التنافس مش داخل مصر لا ده بين مصر كمان ودول أخرى زي ما كان المهرجان العربي لاتحاد الإزاعة تلفزيون قبل كده وكمان يعمل تواصل مع الشعوب مع بعض يعني هنا يعني الترامة تلفزيونية أحد أسلحة القوى النعمة طبعا فقد ايه ممكن المهرجان زي دو يعمل نوع من التواصل بين الشعوب وفي نفس الوقت الافتقاء بالمادة نفسها بالعملية الفنية نفسها أنا بشكر حضرت جدا بنتمنى لكم كل التوفيق في هذا المهرجان المهم المخرجة الكبيرة والقضيرة إرعام محمد علي رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما مشاهدين نعيد التذكير إن هذا المهرجان هذه هي النسخة الأولى لمهرجان الدراما وهيكون الحفل طبعا يوم الأربع في مركز المنارة وزي ما قلنا قناة دي أمسي هتنقل هذا الحفل مباشرة زي ما قالت المخرجة الكبيرة إن عام محمد علي 27 عمل درامي اتعرضوا في رمضان هيتنفسه في عدد من الجوائز زي ما اسمعنا أحسن تصوير أحسن موسيقى أحسن مسلسل وأيضا أحسن ممثل وممثلة وغيره من الجوائز تابعونا على دي أمسي وطبعا تابعوا الزميل العزيز زي ما قلنا رامي ردوان اللي هيطلع بحلقة من هناك ويغطي هذا المهرجان ترجمة نانسي قنقر